هل يا مولانا من حق الزوج والزوجة أن هم يعرفوا كلمة السر بتاعت الموبايل وبالتالي عدوا يفتشوا في موبايلات بعض لا مش من حق لا الزوج يعرف خصوصيات الزوجة ولا من حق الزوجة أنها تعرف خصوصيات الزوج ويجب على الزوج والزوجة احترام الخصوصية والاحترام ده بيقلل من المشاكل كثيرا بل بيعدمها ولما عملنا بحث في أسباب الطلاق قبل ما يطلع النت كان يقولك أسباب الطلاق سبعة أولها الحالة الاقتصادية إنه الراجل مش عارف كيف في بيته ثانية وكان ده ستين في المية من حالات الطلاق تاني حاجة تدخل الأهل تالت حاجة الطوارئ اللي بتحصل على الحياة وبعدين رابع خامس سادس سابع حاجة نبقى نقولها بالتفصيل ظهر لنا بعد النت أصبح هو تاني حاجة يعني الحالة الاقتصادية وبعدها النت طلقته لي يا أولاد أصلي شفتها بتعمل شاتنج مع حد غريب اتطلقت لي حضرتك لأنه أصله بيقال لها بحبك وبعت لها قلوب ودبديب طب افرض ما كانتش شافت وافرض إن دي كانت نزوة وعدت هتلاقي الحياة مستقيمة ولا في أي حاجة الرجل بيحبها والرجل حريص عليها وهي حريصة عليها وهي من أهل العفاف بس زلت المراضي أو زل المراضي خلاص مش كده ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كل القيم الدينية اللي معانا اللي بتقول لنا على الرحمة وعلى الصبر وعلى العفاف وعلى الحياء وعلى هذه القيم العليا كلها بتؤدي إلى لبص الموبايلها ولا تبص الموبايل طبعا ده ما هوش دعوة للبنات إنها تعمل شاتنج منحرف مع أي حد ولا دعوة إلى الزوج إنه يعمل كده لكن إحنا بنتكلم على ما يثير الضغينة الناس لما لو أبحنا هذا ليهم هتثار ضغائنهم وهيمسكوا في بعض ده عموم الناس على فكرة مش الزوج والزوجة بس ولذلك هذا بلاء كبير إنه ما أسموه بالشفافية الشفافية دي ممنوعة يغفر الله للجميع إلا للمجاهرين قالوا ومن المجاهر يا رسول الله قال الرجل يصنع الذنب بالليل يستره الله خلاص بحد الشاف يصبح ويقولوا فعلت كذا وكذا شفافية مش هم يعني فالنبي اعتبر هذا إيه اللي تآدب مع الله وهو كذلك فأسموا الأشياء بغير اسمها والنبي حذر من تسمية الأشياء بغير اسمها ولذلك فأخوانا العفاف والحياء هو لو إني جعلته هو القيمة العليا في حياتي هتتحل كل هذه المشاكل حرمة التجسس والتحسس كل طرف منهما على الآخر نعم